تعدد الطرق القمع لثوار تشرين والهدف واحد هو إسكات صوت المتظاهرين المطالبين بإسقاط العملية السياسية ورحيل الأحزاب الفاسدة فبعد إطلاق القوات الحكومية وميليشياتها الرصاص الحي واستخدام طلقة بنادق الصيد على المتظاهرين السلميين تخذت ميليشيا السرايا تابعة لمقتدى الصدر أسلوبا إضافيا هو الطعن بالسكاكين والضرب بالهروات ما أوقع العديد من الإصابات الخطرة في صفوف المتظاهرين والتهديد بالخطف والاغتيالات بسيارات خاصة كما كانوا يفعلون من قبل اقتدى الصدر بميليشياته التي تضرب وتقتل على مرأة ومسمع العالم دون رادع أو قانون يحاسبهم أصبح مجرد أجير لإيران بل إن القطيعة بين الصدر والمتظاهرين العراقيين باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى بحسب صحيفة لوتون سويسرية ووصف المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا وصف مقتدى الصدر بأنه أصبح فاقدا لمصداقيته تماما بين العراقيين بعدما أرى قدماء المتظاهرين مشيرا إلى أن الصدر كثيرا موضع نفسه في مآزقها تدفعه إلى التراجع عن مواقف سياسية منذ عام 2003 المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وثقت تلك الانتهاكات الصريحة لحقوق التظاهر السلمي مؤكدا أن استخدام الأسلحة المحرمة يخلف إصابات بالغة هذه الطريقة في استخدام القوة المفرطة لم تخرج المتظاهرين عن سلميتهم بل أكدت إصرارهم فقد وصف موقع World Political Review وصف المشهد في ساحات التظاهر بالمفاجئ لقوات الأمن وميليشيات الأحزاب في العراق لقوة التظاهرات التي يقودها الشباب وقدرتهم على الصمود رغم الحملة القمعية الدموية التي تشن ضدهم كذلك أثنت صحيفة Financial Times على المتظاهرين الذين أبدوا تصميما غير مألوف على استكمال ثورتهم رغم الهجمات الوحشية التي طالتهم مستمرين مننا على حد ما يسقط محمد علاء وجميع الأحزاب الإصرار على تحقيق أهدف ثورة تشرين دفع عشرات الآلاف من المتظاهرين للتوقيع على وثيقة أطلق عليها وثيقة العهد على مواصلة التظاهرات وفي ذات الوقت أكدت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين رفضها لما يسمى بمجلس الإنقاذ الوطني مشيرة إلى أنه لا يمثل المعتصمين الأحرار في ساحات التظاهرات شكرا